ضمن قوافل الدعوية التي تعدها حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية من أجل توجيه وإرشاد الناس فقد خرج عدد من البعثات الدعوية التي تضم أكثر من خمسة مئة داعية في مختلف المدن والقرى والمساجد بغية تعليم المسلمين واجبات دينهم وأحكام الشريع الإسلامية ممثل القوافل الدعوية الشيخ يوسف إسحاق عمر أوضح عن شكره لرئيس الحلقة فضيلة الشيخ صالي محمد رمضان على الجهود التي يقوم بها لترسيخ تعاليم الأحكام الشريع الإسلامية لأبناء المسلمين في البلاد وخلال عشرة أيام متتالية قدمت الكثير من الدروس والمحاضرات من أمهات كتب الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم رئيس حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية شكر جميع المشايخ والعلماء والدعاة وطلبة العلم الذين بدلوا جهودا جبارا لتثبيت دعائم الدين والدعوة إلى السلام في ربوع البلاد جئت في هذا المكان من أجل المساهمة في رفع راية التوهيد ومن أجل المساهمة وتدافر العمل الإسلامي في هذا الفضاء وفي هذه الصاهة الواسعة وشكر فضيلته جلالة الملك محمد سادس على بناء المساجد والمراكز الإسلامية بتشاد ترجمة نانسي قنقر